السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أنا مختار مهدي من مصر بداية أدغوكم للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الربيع على العرب أتمنى الحرية تاو النصر لكل الأوطار العربية خصوصاً بسوريا واليمن أحب أن أقدم جزيلا الشكر لإخواننا في الجزائر على إصدافتهم لنا مرحبوا بكل الوفود العربية المشاركة في المؤسكر العربي السابس عشر للمشاهد الجمعوي التطوعي بسم الله إن أدعسى وأفقر إنسان على وده الأرض هو من لا يحلم هو من لا يملك حلم وإن أغنى إنسان هو من يملك حلماً ويسعى إلى تحقيقه نحن لا يمكننا بناء المستقبل لشبابنا ولكن يمكننا بناء شبابنا للمستقبل نستطيع أن نبني شباب الوطن العربي لتحقيق المستقبل كل منا يملك حلماً معاً حلمه شخصي أو حلمه للوطن العربي ولكن كلنا نملك أحلام ولا يهم من أين أنت ولا من أنت ولا أين أنت الآن المهم إلى أين أنت ذاهب إلى أين تريد الوصول الوطن العربي أكثر من 45% تحت 15 سنة 15 سنة هو سن الدفولة سن الصناعة المستقبل هو السن الذي يمكننا به نقش الأحجار هو السن الذي إذا علمنا أولادنا فيه استمر معهم باقي الحياة 30 مليون طفل في الوطن العربي نستطيع أن نؤهلهم إلى المستقبل وأن نجعلهم أصحاب أحلام يسعون إلى تحقيقها إن ذلك يجعل الوطن العربي أغنى الدول وأغنى الأوطان وأغنى الأمم على مستوى العالم كله نستطيع بأطفالنا إلى المستقبل نحن نفكر في الأحلام ونعلم أن لدينا قدرات وإمكانيات ومعنويات وأحلام نبغى الوصول إليها إما أن نعلم بقدراتنا وإمكانياتنا ومعنوياتنا وإما أن ننزل بأحلامنا نبغى الوطن العربي نبغى 30 مليون طفل عربي أن يعلوا بأحلامهم وأن نؤهلهم ونعلوا بقدراتهم وإمكانياتهم وتصوروا إذا أصبح الوطن العربي به 30 مليون حل أين نضعونا ذلك يا وسط العالم إذا كان هناك 30 مليون طفل يحلمون وعلمناهم ثقافة التطوع أوجبنا بداخلهم حب التطوع ولكن كيف نفعل ذلك بداية الثاني هو وجود الرؤية وجود الرؤية لأن الرؤية هي أساس كل شيء أحد منكم كان بيلعب البازل قطع صغيرة معك صورة كبيرة وتحاول تضع القطع لتكمل الصورة الكبيرة هذا يشبه وجود الرؤية هل تستطيع أن تجمع القطع لتصل إلى الرؤية دون أن تصبح عندك الصورة الكبيرة هل يستطيع أحد لابد من وجود الصورة الأكبر هذا ما نريد أن نزرعه في أفوالنا وجود الرؤية عندهم يستطيعون الطموح إليها وأن يصلوا إليها هذا أول خطوة بدون وجود الرؤية لا يستطيع أحد تلقائيا ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا لو أنت نزلت من البيت ومش معاك العنوان مش تعرف تروح ولو عادت تسأل ومش معاك العنوان مش هتعرف تروح وجود الرؤية وما يفتقده الوطن العربي الآن أن توجد رؤية تجمع الوطن العربي بأكمله ويسعى الجميع إلى تحقيقه هذا ما يضعنا وسط العالم كله وأن نقود ذلك العالم صناعة القائد لا يستطيع الوطن العربي الانطلاق دون وجود قائد للسيارة القائد هو الذي يحرك الوطن العربي هو الذي يحرك السفينة هو الذي يوجهنا تجاه المستقبل نحن نفتقد الآن إلى القائد الذي يجتمع عليه جميع قلوب الوطن العربي ولا بد من وجود القدوة في حياتنا كلنا بنحاول أن احنا نقلد حد بتشوف الممثل عايز تعمل زيه بتشوف العين الكرة بتحب تعمل زيه بتشوف حد بتحب تقلده لكن احنا بنسيب شبابنا وأطفالنا يقلدوا بدون ما نصنع لهم القدوة لكن إذا استطعنا أن نصنع لهم قدوة حسنة قدوة تحمل الرؤية استطعنا أن نجعل من أطفالنا كلهم يقلدون تلك الرؤية لا بد أن يكون كل واحد مننا قدوة في المجتمع وذلك عن طريق أن يجد لنفسه قدوة يتبعها ومن قدوتنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القدوة التي جعلت الوطن العربي ينطلق منذ القدم إلى تأسيس حضارة الإسلامية لأن الجميع كان يصبو ليصبح مثل من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يعادة دور المسجد كمجرسة لصنع الأجياء نحن نفتقد إلى مكان يجتمع فيه الجميع ليصبح به أجيالا قادمة تملك رؤية تملك حلما تنطلق إلى تحقيقه وعين ذلك المكان؟ لا يكون إلا في المسجد لأنه يجتمع به خمس مرات في اليوم خمس مرات يسمع نفس الكلام خمس مرات يسمع نفس الرؤية نكرر إليه ما نريد يصبح بداخله حبة ذلك ماذا لو تكلمنا معه عن ثقافة التطوع؟ خمس مرات يصبح عنده حبة التطوع يصبح المسجد كاملا يحب ذلك انطلاق الثورات العربية كان يوم الجمعة لأن المساجد تكون ممتلئة يوم الجمعة يجب إعادة دور المسجد لينطلق إلى تحقيق حلمنا ثم أرسي ثقافة حب القراءة والتعلم أحسن كثيرا حينما أجد أن الوطن العربي بأمري من يقرؤون به لا يتعدون 2% وبنسبة حمية أكثر من 30% في الوطن العربي من منكم يقرأوا كتابا الآن؟ من منكم؟ واحد؟ تماما أريد أن يصبح الجميع يحب القراءة والأهم من ذلك أن يحب التعلم المستمر ما يفتقده الوطن العربي هو مواكبة العصر ونحن لا نستطيع أن نواكب العصر إلا بالتعلم المستمر الجميع يظن أن المدرسة والجامعة هي تكفيه لينطلق إلى المجتمع وذلك ما يجعلنا نحن نكتفي بالجامعة حينما نذهب إلى سوق العمل العالم كله ينظر إلى الوطن العربي والخارج من الوطن العربي على أنه غير مؤهل للمنافسة في السوق العالمي ليه؟ لأنه توقف تعليمه عند الجامعة يمكننا أن نعيد فكرة التعلم المستمر يقولون أن العلم بأكمله يتغير كل سبع سنوات تدرس ثم يتغير العلم وبالتالي دون وجود فكرة التعلم المستمر لن تستطيع المواكبة العصر ليه بقول كده؟ لأننا عايزين يطلع أطفالنا بيحبوا القراءة وبيحبوا كل يوم يطالعوا على الجديد في العالم هي ده الأمل الوحيد لنا إلى أن نصبح دولة وأن نصبح وطن واحد بفكر واحد يقود العالم كله فعلى ذلك ربط مصلحة الشخص بمصلحة المجتمع ما تفتقده جميع الأوطان وجميع الدول واجعلها مفككة هو إطلاق كل منهم إلى طريقه الذي يختلف عن الطريق الأساسي وهذا حقه لأن كل مننا يبحث عن مصلحته الشخصية قبل أن يبتدأ في بحث عن مصلحة المجتمع ماذا لو كان مصلحته الشخصية هي مصلحة المجتمع؟ ألا يجعل ذلك التقدم العجلة أسرع؟ ولذلك يجب علينا نحن أن نربط مصلحة أو مصلحة كل من نقابله ومصلحة النشر القادم بمصلحة المجتمع فهذا يجعلنا أسرع في تقديم كل منا ثم الاعتماد أو الاكتفاء الذاتي وهنا أحب أن أشارككم بثلاث مفاهيم هي فكرة الاعتماد أنا أعتمد عليك أنت هي فكرة أنت أنا لا أستطيع فعل شيء كلنا ولدنا أطفالا لا أستطيع فعل شيء وحدنا ولكننا نريد ما يفعل لنا ذلك نحن في الوطن العربي الآن في نفس هذه المرحلة المرحلة الطفولة نعتمد على كل العالم ليصنع لنا ما نريد ولذلك أننا نحن متأخرين جدا 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 ونبقي اللون على غيرنا لأننا لا نفعل فحينما تحدث تلاقي الوطن العربي يطلع يقول لنشجب نحن ندين نحن للوم ليه؟ لأننا نعتمد على غيرنا ثم مرحلة الاندبندنس الاستقلال وهذا ما نريد أن نصل إليه هي مرحلة الاندب أنا حر أنا مستقل أنا أستطيع أخذ القرار أنا سأفعل ما أريد إذا وصل الوطن العربي إلى هذه المرحلة ووصل النشط بهذه الفكرة نستطيع أن نقود العالم وآخر مرحلة الاندبندنس الاستقلال المتكامل وده اللي بيعمله الاتحاد أنت تستطيع فعل ذلك وأنت تستطيع فعل ذلك لكن معا نحن فكرة النحن هي التي تنمو بنا إلى ما نريد لا أريد أن أبطل عليكم ولكن أفكركم بكلام مصطفى كامل حينما قال إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتدس مما تصنع أمة المحكوم عليها للتبعية والفنان وإن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو بمرة واحدة يعيش أبداً ضحر وزلزل العقيدة تاسقيمة لجدارة وأهم من ذلك فكرة الإيمان بقوة الشخص الواحد وأنه لوحده يستطيع تحريك العجلة بكامله الإيمان بأن كل شخص بمجهوده وبكونه قائد وبكونه قدوة يستطيع أن يجعل الآخرين يتبعونه هنا يجي دور المسجد دور الإعلام دور التربية الثلاث قوة التي تحرك النشر تحرك المجتمع هي الإعلام والمجرسة والمسجد